في سؤال كذلك على صفحتنا بيقول أنا بقرأ صوت الملك كل يوم بعد صلاة العيشة وبهب ثواب هذه القراءة لأمواتنا وأموات المسلمين هل ده جائز؟ إذا قال اللهم أهب مثل ثواب ما قرأت لأمواتي أموات المسلمين إن شاء الله يصل باتفاق لأنه تحول من أنه عبادة عنهم إلى أنه دعاء بظاهر الغيب ودعاء بظاهر الغيب ده مستجاب ولذلك إلا حاصل يكون دوت من قبيل الدعاء المستجاب والذي يصل كمنص الإمام القرافي وغيره من الأهمة على أنه يصل باتفاق عشان بس ما حدش يجي يقول إن دوت والله إزاي هيصل ده الكلام دوته وما فعلهوش ده عبادة لابة القرآن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن أقول ألف لا ألف حرف ولا من حرف وميم حرف فالكلام دوت لمن قرأ كذلك هذا أيضا من العمل الصالح الذي يصل ثوابه فضل الله واسع فضل الله واسع ولذلك يجوز أن نقرأ ما شئنا من السور ونقول بعد القراءة اللهم هب مثل ثواب ما قرأنا لفلان وفلان وفلان أو للأموات المسلمين أو لمرضى المسلمين كل هذا إن شاء الله يصل ثوابه إن شاء الله يكون في خير حاله ويكون شاء الله ويجعل هذا ثوابا واصلا ببركة ما فتح الله سبحانه وتعالى من كنوز ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم